عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب انتهاء زيارة رسمية لدولة قطر لحضور فعالية معرض ومؤتمر الدوحة الدولي لدفاع البحري ديم داكس 2022 برعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ألسان وذلك على رأس وفد رفيع المستوى وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المتخصصين هذا وقام الفريق أسامة عسكر بتفقد أجنحة المعرض للإطلاع على أحدث المنظومات العالمية في مجال الأمن والدفاع البحري والمشاركة في الافتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحيرات بالشرق الأوسط مؤكدا أن المعرض يحظى بالتقدير من كافة الدول والشركات المشاركة كما يعد فرصة للجميع للتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعات العالمية يعد المعرض أحد المعرض الدولية المتخصصة في مجال الأمن والدفاع وواحد من الأحداث الرئيسية على أجنتد الدفاع والأمن البحري العالمي كما يضم العديد من العروض والابتكارات الأمنية والدفاعية المتنوعة للعديد من الدول المشاركة وعلى هامش فعليات المعرض التقى الفريق أسامة عسكر الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر كما التقى الفريق أسامة عسكر نظيره الفريق ركن طيار سالم بن حمد العقيل رئيس أركان القوات المسلحة القطرية تناول لقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم مجالات الشركة والتعاون بين البلدين كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بزيارة أكاديمية الخدمة الوطنية وأشد بما لمسه من أسلوب علمي راق في إعداد وتأهيل المقاتل القطري كذلك قام الفريق أسامة عسكر بزيارة للكليات الجوية بقطر وتفقد عددا من الأسراب الجوية وآرب خلال الزيارة عن مدى تقديره الإمكانات وقدرات القوات الجوية القطرية تأتي تلك المشاركة في ضوء استمرار متابعة التقدم والتطوير في كافة قطعة الصناعات العسكرية